اهلا بحضراتكم من جديد هنروح لخبر اللي علاقة بالتنس الارضي ميار شريف ميار شريف نجمة مصر الزهبية في تنس الارضي والحقيقة الموسم السنة دي بالنسبة لها مش احسن حاجة يعني ميار السنة اللي فاتت عملت موسم كويس جدا جدا وقدرت انها تقرب طبعا دي صورة نجمتنا نجمة مصر الزهبية ميار شريف بنت النادي الاهلي عملت موسم كويس وقربت تبقى من الطوب 50 او وصلت للطوب 50 ولكن السنة دي الحقيقة بيصدفها عدم توفيق او سوء حظ بشكل كبير ودعت منذ ايام بطولة بودابست الدولية والتي تتلاقي في الفترة من 17 لحد 25 سبتمبر اللي احنا فيه ميار كتخرجت من الدور التاني بعد اخسرتها قدام بطلة سولفاكيا بنتيجة 2 صفر وكانت نتيجة المجموعات 6-3-6-2 ميار كتكسبت في الدور الاول بطلة تشيك بمجموعتين لوحدة ومتمنى لها طبعا انها ترجع لمستوها لان ميار مش ده مستوها طبعا انتعرفين احنا في تينس الارضي عندنا نجمة العرب انس جابر اللي وصلت لنهائي بطلة ومبلدون تقريبا او ومبلدون يعني منذ ايام وخسرت النهائي ولكن هي دلوقتي واحدة من اعظم واحسن بطلات العالم فميار ان شاء الله لا تقل ابدا عن اختنا طبعا وانس جابر نجمة تونس ونجمتنا كلها نجمة العرب ما تقلش عنها وان شاء الله تستطيع ان هي تاخد المضرب طيب اللعيب يتعرض لدروب يعني ميار كان عندها اصابة يعني في احد المباراة جالها اصابة التينس او العاب المضرب خلينا اشرح لحضراتكم ازاي اللعيبة او اللعيبة بتوصل للتوب رانك بتاعها انت بيبقى عندك النقاط انت بتطلع بالنقاط انت ترتيبك بيبقى مجموعة من النقاط بتلمها ازاي النقاط دي بتلمها من خلال البطولات بتلعبها تحت دولي بينازل كل سنة اجندة الاجندة دي بيكون فيها مجموعة من البطولات كل بطولة من دول لها تصنيف يقولك البطولة دي زي مثلا بطولات الجراند سلام نسمعني بطولات الجراند سلام دي اكبر بطولات لها نقاط في العالم وامبلدون وبطولة امريكا المفتوحة وبطولة رولانجاروس واستراليا المفتوحة اللي بجيبلكو اه بجيبلكو اربع بطولات الجراند سلام في غيرهم بس انا من الحقيقة مش فاكر اه هم اربع بطولات بس جراند سلام وفيه بطولات تانية ليه نقاط وبعد كده بيكون فيه بطولات ليفل بي او ليفل التاني بتجيب لك نقاط وفيه ليفل ثلاثة على حسب كل اتحاد دولي ولعبته طيب ماير شريد بتشارك في البطولات دي بتجمع نقاط اي لعب في العالم بجمع نقاط كل ما بيوصل لدور على كل بطولة بياخد نقاط يعني انا وصلت دور الستاشر التمانية الاربع سيمي فاينل باخد نقاط بجمع النقاط دي ويبتدر اتحاد الدولي يحسب الرنك بتاع كل واحد او تصنيف كل لعب او لعبة على مستوى العالم منافسة شارسة جدا جدا بتنافس اكبر لعبة في العالم واكبر دول بتحتضن التنس زي امريكا زي المانيا زي سولفاكيا زولفاكيا دولتي من الدول اللي فيها لعبة جمدة جدا في التنس ومناسبة اغلبهم بيكون بلعب في امريكا بلعب يعني في دولة تانية فبيكون عندهم لعبة بمستوى كبير جدا الامريكان طبعا الاسبان مش محتاجة اتكلم السرب تا عندك الدول بيعشقه التنس الارضي فاذا المنافسة بتكون صعبة جدا جدا طبعا احنا يعني يمكن ما عندناش تاريخ كبير جدا في التنس الارضي عندنا طبعا ابطال كبتل الشافعي وغيره وغيره ولكن كان من الوقت للتاني عندنا محمد صفوت دلوقتي من اللعبة اللي بتشارك في البطولات دي بانتظامه ولكن ما عندناش لعب منور زي اونس جابر كده في التنس الارضي مايار الشريف كانت قربت مفروض بقى مايار بيبقى معها فريق عمل او فريق يعني مدرب بدني مدرب فني معها فريق عمل كامل معرفش في الوقت ده لما اللعب بيحب بتعلق الدروب ده هل الدروب ده بيكون بسبب مثلا اصابات وهي تصابت فعلا مايار ولا هل مايار مثلا محتاجة تغير الجهاز بتاعها وشوفنا كتير في علعاب كتيرة بيتطر يغير الجهاز يعني مدربين وبعد كده بيكون بيعود بقى مرة اخرى للمنافسات الله اعلم دي بتبقى راجع الميار والمقربين منها بسنا نتمنى لها كل التوفيق ميار مكتهدة وان شاء الله القادم افضل ليك ميار باذن الله